توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأغندية كامبالا لرئاسة وفد مصر في أعمال القمة 19 لحركة عدم الانحياز نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي وأوضحت وزارة الخارجية أن القمة ستعقد غدا وعلى مدار يومين في كامبالا على ضوء رئاسة أغندا للحركة خلال الفترة من 2024 إلى 2027 لفيتة إلى أنه من المقرر أن تشهد القمة مشاركة أكثر من 120 دولة في فعليتها وأضافت الخارجية أن جدوى الأعمال الوزير شكري سيتضمن إلقاء كلمة مصر نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى عقد عدد كبير من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء وذلك لتناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب وأثبتت مشاركات مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها عن تفاعلها المستمر ودورها الريادي من الفكرة إلى التأسيس لعبت مصر دورا محوريا في تأسيس حركة حيادية عرفت فيما بعد بحركة عدم الانحياز لتضم دولا اتخذت لنفسها موقفا بعيدا عن نيران الحروب والتصعيد ما بين المعسكرين الغربي والشرقي وخلال قيمتها الأولى في العاصمة اليوغاسلفية بلغراد في العام 1961 بذلت الدبلوماسية المصرية جهودا كبيرة بالاشتراك مع الدول المؤسسة للحركة لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهداف الحركة ومنذ هذا التاريخ وتبدي مصر اهتماما كبيرا للحركة ولضرورة الحفاظ عليها لما تتمتع به من ثقل إقليمي ودولي مشاركات مصر الفعالة في قمم حركة عدم الانحياز منذ تأسيسها أثبت تفاعلها المستمر ودورها الريادي ليس فقط على المستوى الإقليمي وإنما أيضا للعمل على المستوى العالمي للدفع بقضايا الدول النامية وبحسب الرؤية المصرية للحركة فترى القاهرة أنها تمثل الإطار الأهم والأوسع نطاقا لتنسيق مواقف الدول النامية إزاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة الأمم المتحدة ودعم سبل العمل الجماعي متعدد الأطراف في مواجهة السياسات الانفرادية أحادية الجانب التي تعد إحدى التحديات الكبرى التي تواجه دول العالم الثالث غالبيتها أعضاء في الحركة فالموقف المصري إزاء العديد من الصراعات التي تشهدها الساحة الدولية حاليا عكس التمسك مصر بالمبادئ الأساسية للحركة وهو ما ظهر في تناول قضايا الدول النامية خاصة في إفريقيا مرورا بحل النزاعات في مناطق الصراع المختلفة وصولا إلى التعاون في إنشاء المشروعات التنموية في مجالات متعددة